المتسابق السابع والأخير حافظ القرآن الكريم محمد خان من تريني داد وتوباقو ويقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَثَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبث فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنسل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضازين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حسبك السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأبي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم خضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الخضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحبون حسبك السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يَرَونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَتْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَلَا يَرَوْنَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْفِرُكُمْ بِالْوَحِيَ وَلَا يَسْمَعُ الصُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْفَرُونَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ السؤال الرابع اقرأ من قول الله تعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ شَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهُ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهُ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في السماوات يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في السماوات يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاء يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن حزم إن ذلك من حزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغيد علم ولا هدى ولا كتاب منير حسبك السؤال الخامس والأخير اقرأ من بداية سورة القمر سورة القمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالقة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنسع الناس كأنهم أعجاس نخل من قعر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حسبك بارك الله فيك وبهذا نأتي إلى ختام أعمال